موسيقى وزارة ليبيا عبد الحميد الدبيب أقال وزيرة الخارجية البيرح لسنين بعد فتح تحقيق للبحث في موضوع اللقاء وكخطوة منه للحد من الغضب المتزايد حول الموضوع نجلة منقوش صرحت أن لقاءها بإيلين كوين في روما لم يكن مخططا له في حين أكد مسؤولون من الطرفين أن اللقاء كان متفق عليه مسبقا الخليف حول اللقاء أدى إلى انجلاء أزمة سياسية داخلها في ليبيا وعبر المتظاهرين عن رفضهم المطلق لأي شكل من أشكال تطبيع العلاقات وفي صحيفة لوفي غاروفي متابعة على الشأن المناخي نقرأوا مقال بعنوان بعد موجة الحر ثلوج وفيضانات في سويسرا منطقة زرمات في جبال سويسرية عرفت انخفاض سريع في درجات الحرارة في الأربع أيام التي تعدها الحرارة انخفضت من 31 درجة مئوية إلى 0.5 درجة صباح اليوم لمطار تساقطت بكمية كبيرة خلال أيام الفارطة الشيء اللي أدى لإغليق عدة ممرات جبلية وأثر على حركة القطارات بين المدن الصحيفة ذكرت أنه الأنهار الجليدية سويسرية قاعدت تتأثر بشكل كبير بتغيير المناخ وأنها فقدت 6% من حجمها بين سنة 2021 و2022 ويكلة الأنباء سويسرية حذرت المواطنين من خطورة الوضع في بعض المناطق وأكدت على ضرورة التصدي لهذه التأثيرات البيئية كانت هذه الغفل متاعنا اليوم واسم نتلقى في الغفل